موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ومع درس جديد من دروس تربيه الإسلامية الخاصة بتلاميذ الرابعة المتوسطة درس رقم 13 الخاص بعقوق الوالدين من كبائل الذنوب عقوق الوالدين طيب عندكم هذا الحديث الحديث يمكن أن يكون في الوضعية الأولى يعني هو من السندات التي تندرج في الوضعية تدرج في الوضعية الأولى حديث عبد الله بن عمر بن العاص أنا عبد الله بن عمر بن بن العاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الإشراك بالله قال ثم ماذا قال ثم عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قلت يعني من عبد الله بن عمر بن العاص وما اليمين الغموس قال الذي قد تعطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب هذا الحديث يحفظ هذا الحديث يحفظ طيب الكبائر هي جمع كبيرة وهي الذنب العظيم وهي الذنوب والمعاصي التي توعد الله بها صاحبها بالعذاب أو اللعنة أو الغضب عقوق أي العصيان والإساءة وهي صدور ما يتأذى به الولدان من ولدهما من قول أو فعل وضده البر اليمين هو الحلف والقسم الغموس اليمين الغموس هي الحلف الكاذب الذي يأخذ به حق الآخرين بغير وجه حق والذي يغمس صاحبه في جهنم سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم طيب بالنسبة للتعريف الصحابي غير مبرمج عليكم في هذه السنة مفهوم عقوق الوالدين هو قطع برهما وإلحاق الأذى بهما وعدم طاعتهما ويكون العقوق بالفعل أو القول أو الإشراع مخاطر عقوق الوالدين يعد كبيرة من الكبائر بعد الإشراك بالله يجب غضب الله وسخطه في الدنيا والآخرة تشتد به سكرات الموت ويتعطل خروج الروح من الجسد الدخول إلى النار والمنع من دخول الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق لا يدخل الجنة عاق إبكاؤهما وتحزينهما التأفف والتتضجر من أوامرهما الأمر عليهما كمن يأمر وليدته بكلس المنزل أو غسل الثياب أو إعداد الطعام فهذا العمل لا يريق خصوصا إذا كانت الأم عجزة أو كبيرة أو مرضة انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة ترك مساعدتهما في المنزل علة الاعتداد برأيهما يعني لا يسمع لهما إثارة المشكلات أمامهما هنا يعني لا يشتغل أن تحفظها جميعا تحفظ خمسة يعني يكفي ذم الولدين عند الناس والقدح فيهما وذكر معايبهما مزاولة المنكرات أمام الولدين تشويه سمعة الولدين إقعوهما في الحرج كحال من يستدين أموالا ثم لا يسديدها المكتب طويلا خارج المنزل وهذا مما يقلق الولدين ويزعجهما على الولد تقديم طاعة الزوجة على طاعة الولدين التخلي عنهما وقت الحاجة أو الكبر إداعوهما دور العجزة وتمني زوالهما يعني تتمنى موتهما فضل الولدين فضل بر الولدين هذه مظاهر عقوق الولدين ثم فضل بر الولدين بر الولدين من أحب الأعمال إلى الله بعد عبادته وطاعته البر بولديه يحبه الله وينالولداه ومحبة الله لعبده تقتضي دخوله الجنة البر بولديه تفتح له أبواب الخير وتغلق عنه أبواب الشر ويوسع الله له في رزقه طيب شوفوا هنا درنا مخاطر عقوق الولدين ودرنا مظاهر عقوق الولدين ثم فضل بر الولدين ومظاهر بر الولدين البر بولديه يكون مستجابة دعوة البر بولديه يحبه الناس ويحترمونه البر بولديه يبره أبنائه هو أيضا ويحسنونه إليه المقصود بمظاهر بر الولدين أي العلامات والمؤشرات الدالة على إحساد الولد لولديه منها طاعتهما في كل شيء خفض الصوت عند التحدث إليهما الإنفاق استئذانهما عند الصفر الإنفاق عليهما وسد حاجتهما تستطيع يعني هنا في مظاهر بر الولدين يعني ضدها هي مظاهر عقوق الولدين هنا الأبور الغير جيدة أنت تستطيع أن تعمل ضدها تكون هي مظاهر بين الولدين الإنفاق عليهما وسد حاجتهما والمحافظ على اسمهما من السب والدعاء لهما في حياتهما وبعد فماتهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول إن لي أنا لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك وعن أبي سيد مالك بن ربيعة الساعدي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إجاءه رجل من بني سلامة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم هذا حديث مهم جدا تحفظه يعني مهم جدا الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلحة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما تستطيع أن تحفظ هذا الحديث أنظر جمع لك خمسة من مظاهر بر الولدين إذن هذا الحديث إلى ما يرشدني هذا الحديث عقوق الولدين من الكبائر فقد جاء في المرتبة الثانية بعد الإشراك من حيث درجة خطورته أن الإحسان إلى الولدين أمر مقدس وهو مرتبط بتقديس طاعة الله ورسوله الذي يتجرأ على عقوق الوالدين يتجرأ على الإشراك بالله وإسجانه والحلف بالله كذبا والعكس صحيح العلاقة التي تربط بين الإشراك والعقوق واليمين الغموس هي الجحود والنكران لله والوالدين ولصاحب المال معظم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تنستنكر الكفر والجحود والظلم والنكران وتؤسس للاعتراف بالجميل والشكر له قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقد قدم الشكر على الإيمان فلنعتبر لهذا المعنى وهذه الدلالة بير الولدين قصة تكتبها أنت ويرويها أبناؤك فأحسن الكتابة بارك الله فيكم وأجزاكم الله خيرا الدرس القادم حسن الجوار ثم عبر ودروس من سلة الخلفاء الراشدين ونكون بهذا قد أتممنا البرنامج أجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا